بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه إلى يوم الدين وبعد حياكم الله عزاء المشاهدين الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم قيم وهمم أخي المشاهد الكريم أرعت شريعة الله تبارك وتعالى اهتماماتها لكلمة الكلمة هذه تحمل في طياتها العديد من الأشكال والمعاني السامية هذه الكلمة عليها نتائج وعليها توصيات من شريعة الله تبارك وتعالى ألا وهي كلمة وقيمة الاحترام الاحترام نعم هي كلمة واحدة ولكن تشمل معاني كثيرة وكبيرة قيمة الاحترام إنها فعلا قيمة شرعية وتربوية الاحترام هو قيمة إن خلت أي دائرة من جميع الدوائر الاجتماعية ولا الدولية ولا المحلية ولا أي مكان إذا انتفت هذه الكلمة وهذه القيمة من خلال يعني انتفت من هذا المكان لا شك من المعلوم أنه سيجر الويلات والتصادم والتصادم في هذه المرحلة فشل في الاحترام هي قيمة شرعية أوصت عليها شريعة الله تبارك وتعالى طبعا أخي المشاهد الكريم الاحترام قيمة إنسانية عامة أولتها البشرية عناية واهتمام لكن شريعة الله سبحانه وتعالى أعطت هذه الكلمة وأعطت هذا المفهوم المعنى العظيم والمكان الكبير تمتد لتشمل جميع العلاقات سواء كانت العلاقات الدولية ولا العلاقات الاجتماعية ولا أي علاقة في المجتمع وإذا كان المسلم مأمورا باحترام المسلم فكذلك المسلم مأمورا باحترام غير المسلم الاحترام يتضمن صور كثيرة منها يعني من هذه الصور احترام الذات يعني حتى أجلكم الله البهيمة أولتها شريعة الله عز وجل حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الإنسان أن يذبح الشاد فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته إذن هذا من احترام هذه النفس حتى البهيمة نعم شريعة الله عز وجل عظيمة نتعبد الله عز وجل من خلال هذه القيم وهذا السلوك المبارك لأنه ولو كان من عندي غير الله لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا لو تفحصنا يعني ثقافات المجتمعات السابقة لو وجدنا هذه القيمة الطيبة متوافقة مع شريعتنا تمتاز بها أو يمتاز بها المجتمع الفلاني أو التاريخ الفلاني يمتاز بهذه القيم شريعة الله عز وجل شاملة كاملة لأنها من عند العزيز الحكيم من صور الاحترام التي أوصت بها شريعة الله سبحانه وتعالى احترام الذات واحترام الوالدين واحترام المرأة واحترام المجتمع واحترام قيم المجتمع كذلك واحترام العلماء واحترام الأمراء وكذلك احترام غير المسلمين بحفظ كرامتهم وحفظ آدميتهم هذه شريعة الله التي نفتخر أننا نطبقها في أرض الله سبحانه وتعالى لكن لو صلطنا الضوء أخي المشاهد الكريم كيف للإنسان أن يحترم ذاته دائما نسمع عن الذات واحترام الذات وتقدير الذات يعني حتى كثير من الدورات التدريبية التقويمية التقييمية تتكلم عن تطوير الذات وعن تقدير الذات وعن التوصية بالذات ما هي هذه الذات هل اهتمت بها شريعة الله نعم احترام الذات حينما ينظر الإنسان إلى المرآة من أمامه فينظر إلى انعكاس الصورة حينما يحترم الإنسان هذه الذات التي بين جنبيه نفسها التي بين جنبيه يفرض احترامه على الآخرين لكن حينما يصغر وهذه ما نهت عنه شريعة الله سبحانه وتعالى حينما يصغر الإنسان ذاته ويكسر مجادف نفسه ولا يثق بقدراته الله عز وجل يقول فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزمت الأمر توكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى هذه هي شريعة الله وهذه القيم التي يجب أن تغرس في نفوسنا وفي ذواتنا لما أنا أنظر إلى نفسي أن هذه النفس حينما أطاعت الله سبحانه وتعالى واتمرت بما أمر الله وبما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنني سأرتقي بالذات وأعكس هذا الاحترام لدى الآخرين لأن احترام الذات هي الصورة الذهنية وهي القيمة الكبيرة التي تعطي للآخرين الانطباع الجيد عنك فأنت حينما تحترم هذه الذات التي بين جنبيك ستفرض الاحترام من الآخرين لهذه الذات والإسلام قد أغر هذه القيمة فكيف يحترم الإنسان ذاته وما هي سبل تحقيق احترام الذات أول شيء في تقوى الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم الآيات والتنزيل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إذن التقي النقي هو الذي يرتقي بذاته كيف يرتقي الإنسان في ذاته حينما يتق الله سبحانه وتعالى وينتهي عما نهى عنه الله سبحانه وتعالى ويقترب ما أمر به الله سبحانه وتعالى ويقترب بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام إذن هو احترم ذاته بأنه عظم أمر الله تبارك وتعالى ويجب على الإنسان أن يبتعد كل البعد عما يغضب الله عز وجل لأنه في آية عظيمة يقول الله عز وجل وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمُ يعني حتى قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه رحمة واسعة أي أن من أهانه الله عز وجل بالشقاء والكفر لا يقدر أحد على دفع الهوان عنه لذلك اللي يعزها الله سبحانه وتعالى يعزها الخلق والذي يهينها الله سبحانه وتعالى يهينونه الخلق لذلك أقوى الله سبحانه وتعالى هي من أعظم الأمور التي ترتقي بذاتك رأيت الذنوبة تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها النفس كما قال الله سبحانه وتعالى أمار بالسوء إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي هناك حديث يدرس في الأخلاق وفي السلوك قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث النعمان ابن بشير الذي رواه البخاري الحديث صحيح يقول الحلال وبين والحرام وبين طبعا ليش أنا وردت هذا الحديث فيه فوائد لكن من الارتقاء بالذات البعد كل البعد عن مواطن الشبهات التي تقلل من تقدير الناس إليك قال النبي عليه الصلاة والسلام الحلال وبين والحرام وبين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراعي يرعى حول الحما يوشك وأن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمة في أرضه محارمة ألا وإن في الجسد مضغة هذه المضغة القلب ألا وإن في الجسد مضغة إذا صالحت صالح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب لذلك وجب علينا أن نبتعد عن مواطن الشبهات كي نستبر لديننا وأعراضنا وصلنا وإياكم نهاية هذه الحلقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته